المنتخب البرازيلي ينهي استعداداته لاستضافة بطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية التي تنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري بفوز كاسح على ضيفه هندورس بسبعة أهداف نظيفة خلال مباراة ودية احتضنتها بورتو أليغري جنوب البلاد وفي غياب نجم باريسان جيرمال فرنسي نماردا سيلفا الذي تعرض لإصابة هذا الأسبوع خلال لقاء ودي آخر لدى قطر ستحرمه من المشاركة في البطولة القرية تناوبة كل من جابرييل جيسوس وتياغو سيلفا وفليبي كوتينيو ودافيد نيريس وروبيرتو فيرمينو وريتشار ليسون على تسجيل الأهداف السبعة لفريق المدربي تيتي ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في كوبا أمريكا الجمعة المقبل لدى بوليفيا قبل أن يلتقي فينزويلا والبيرو في منافسات المجموعة الأولى